هذا البرنامج برعاية إبار كافيه أسعد الله ووقاتكم اليوم سؤالنا شوي غريب وأكثر جدلية في تاريخ البشرية هل الأرض كروية أو مسطحة وما موقف الإسلام وعلماء المسلمين من هذا الموضوع هذا واحد من أكثر الأسئلة جدلا في تاريخ البشرية هل الأرض مسطحة أو كروية الغريب أنه فكرة الأرض المسطحة غابت وظهرت مرة أخرى في القرن التاسع عشر وبإمكانكم السؤال عن جمعية الأرض المسطحة اللي ظهرت في القرن التاسع عشر وتأثرت بأفكار عدد من الفيزيائيين البريطانيين اللي اعتمدوا في أفكارهم على نصوص العهد الجديد من الكتاب المقدس أما عن أقوال العلماء وفقهاء المسلمين فهي كثيرة تؤيد كروية الأرض وليس سطحية الأرض وعلى فكرة 2% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية لا زال يعتقدون أن الأرض منسطحة وليس كروية بالمختصر المفيد هذه الفكرة مثل المثل العربي القائل قرمتني بدايها وانسلت تقبل الله مننا صيامنا وقيامنا وصالحات أعمالنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة